الفكر الوهابي يكفر وينفر ويتهم الآخر بالكفر فهؤلاء للأسف لا يطبقون الكثير من الآيات القرآنية منها دعاية الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن بالتي أحسن الوهابية لو تطبق هذا بل تتهم الآخر نعم الشيعة والسنة الحمد لله نجد عندهم خطاب منطق نعم هناك فئات أحيانا في مذهب هنا وهناك هؤلاء أيضا أنا أعتقد بأنهم مدعومون من قبل الوهابية وخطابهم أيضا يشبه إلى حد كبير الخطاب الوهابي كالتشيع اللندني ولكن بشكل عام الأمة الإسلامية ملتزمة بهذا الخطاب الوحدوي والحكمي